نواصل متابعتنا للأخبار الأخرى من هذه النشرة حيث كان المستشار لوزير الناقل لشؤون التعاون الدولي محمود علام يعمل كسفير لمصر لدى الصين وخلال مقابلتنا جراته مرسلتنا معه قبل نقاط المتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشويعي الصيني قال إن تجارب الحزب الشويعي الصيني في حكم وإدارة البلاد تفيد الدول النامية الأخرى وهو يتطلع إلى صدور مزيد من السياسات الصينية الحكيمة خلال الموتبة قال محمود علام السفير المصري السابق لدى الصين إن الحزب الشويعي الصيني بذل جهودا كبيرة لتعزيز الانضباط داخل الحزب وهذه التجارب تفيد مصر وغيرها من الدول النامية الأخرى ما تحقق في الصين من إنجازات لن يأتي إلا من خلال وجود إضاءة حكومية كما سكرت رشيدة موظفين حكومين مؤهلين ومنضبطين في سلوكهم الوظيفي وفي زمتهم المالية كذلك لأداء الصيني نموذج يمكن استفادة منه أضف علام أن مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شيجي بند لم تساهم في خفض فائض الطاقة الانتاجية الصينية فحسب بل عززة التعاون والتبادل بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق مبادرة الحزام والطريق ليس فقط لاستفادة الصين ولكن لتفعيل وتنشيط حركة التجار والاستثمار من خلال خلق بيئة مناسبة من خلال تطوير البنية الأساسية في الدول التي تقع على حزام على مصاب هذه المبادرة من خلال خلق التبادل مشترك ليس فقط بين الصين وكل من هذه الدول بل بين هذه الدول وبعضها يعتقد علام أنه بفضل الحكم الرشيد للحزب الشيوعي الصيني شهدت الصين تطورا مستمرا معربا عن تطلعاته للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الذي سيعقد في بكين قريبا الاقتصاد الصيني يعني بيشهد نوع من الانفتاح أكثر والمبادرات والمبادرات أكثر بيشهد نوع من التطوير في نوعية الصناعات والتكنولوجيا الصينية إلى التكنولوجيات المتقدمة الحديثة متابعة سياسات مثل سياسات مكافحة الفساد والانضباط فكل دي كل دي هتبقى خطوات يعني موضعات هامة بالإضافة إلى ضوء الصين على الساحة العالمية طبعا فكل دي كلها قضايا يعني تعتقد تعطي أهمية لهذه الدواء على أول مكسوس